سيد الكتيب عام في هذا الحوار المنفرد معك أول مرة تستطفق لتروسنس وصنط في هذا الحوار هل ترون أن عالم النقابات في المغرب الآن هو يعيش نوع من الانهيار شكرا نولنا الاستدافة ثانيا ليس انهيارا يعيش نوعا من الفطور وهذا الفطور الناتج فيه ما هو ذاتي فيه ما هو موضوعي ما هو ذاتي مرتبط أساسا بقدرة النقابات على تجديد النخب داخل النقابة وقدرتها على التشبيب وقدرتها على التأنيث وقدرتها كذلك على التداول فيما يخص المناصب وهذه اللي كانت بالإشكالات الكبيرة في المغرب ثانيا هو تنامي القطاع الغير مهيكل والقطاعات الغير مهيكلة لم يمكنش يكون فيها التنقيب ثالثا هو كين أطراف اللي كتقول بأنه في إضعافها الحركة النقابية المغربية تتقواهي وهذا غلط كبير اللي كيرتكبوها أطراف معينة واللي خاصهم يعرفوا بأنه بين الوسائط الاجتماعي المهمة جدا هي النقابات وكذلك نظن على أنه تنامي هاتش ديال التنسيقيات وديال أشياء اللي خارجها على الجسم النقابي هو اللي كي أدي كذلك إلى إضعاف العمل النقابي إذن النقابات الحديد نلاحظ أن التعطير ديالها أصبح أقل مما كان عليه في الماضي أقل بكثير فيما يخص مجموعة ديال الأشياء واللي كترتابط كيف يتلك بما هو ذاتي وكذلك كترتابط حتى بحجم التواصل اللي واللدابة ومواقع التواصل الاجتماعي اللي أصبحت تؤثر أكثر من الأحزاب وأكثر من النقابات وأكثر من هيئة المجتمع المدني ولكن كذلك ما هو ذاتي كيف يتلك على أنه قدرة النقابات على أنها تطور ذاتها في أدائها وفي طرق التواصلها باش تدير استقطابات جديدة باش تدير كذلك إعادة ثقة في العمل النقابي المغربي النقابة ديالكم رأينا أن هناك عدم تعطير مثلا هذه الأساتداء الأطور الأكاديمية والمشكلة المطروحة الآن في المغرب ما هو رأيكم فيه ولن هذه الأساتداء المتعاقدين واللي مش غيبين عنهم النقابات هما اختاروا على أنهم يديروا تنسيقية ولكن هذه التنسيقية لا تفاوض الوزارة يمكنك يحضرك جزء مع الوزارة ولكن كيف يفاوض الوزارة حاليا ومن النقابات الأكثر تمثلية ولكن كيف ما كان الحال على أنه كيف ما بغى تكون نوع تنسيقية رأينا لا يمكن الحكومة أن تفاوض وليس من حق الحكومة أن تفاوض تنسيقية أولا ثانيا هذه الأخوان الفرض عليهم التعاقد كيف ما يقولوهما على أساس بأنه تم الحديث حول أو حول القانون القانون الأكاديمية التوظيف الجهوي ولكن نحن داخل الاتحاد العام كان قلو بأنه هذا التوظيف الجهوي خاصه يطبق على تعليم يطبق على الصحة يطبق على مجموعة المجالات اللي هي جهوية ما كينتش المشكل ويكون توظيف جهوي ويكونوا كباقي الموظفين الجهويين أو كباقي الموظفين اللي عندهم هذا الطابع الجهوي اللي عندهم أنظمة ديهم ولكن حينما قبل ما يتحقق هاد شي كيخصي عادة النظر في مجموعة من الأشياء اللي كانت تعاقد وكانظن بأن الخطوة لدارة الوزارة مهمة ولكن ليست كافية كذلك النقابات اللي كانت كتفاوض ومعهم التنسيقيات كان بغنقول الإخوان داخل التنسيقيات على أنه حال الوقت على أنه تعاقلوا أكثر وبأنه رسالتكم وصلت للحكومة وعلى أنكم يجب أن تنخرطوا في النقابات باش يمكن النقابات يدافع عليكم يمكن النقابات يديروا ملفكم جزء من الملفات كانت أصعب من ملف التعاقد وحلتها النقابات مع الحكومات السابقة وكانظن بأنه حال الوقت على أنهم ينخرطوا في النقابات وإلا فإنهم قد يكونوا في وضعية بحدهم معزولين عن 263 ألف من رجال والنساء التعليم لعندهم تهم وهمهم وعندهم تهم ومشاكلهم ولكن كنظن بأنه هذا الإخوات والإخوان اللي كانوا داروا التعاقد لذا بسموهم موظيفين للأكاديميات من الآن فصاعدا خاصة بعد رفع الإضراب كخصومين خرطوا داخل النقابات ويناظلوا من داخل النقابات وأول محطة ديال النضال وديال الحوار هي رغت تكون نارفة ثلاثة وشرين في الشهر هناك واحد انفتاح فيما يخص الحوار الاجتماعي أعطاتكم الحكومة واحد لعرض وأعتقد أنك قبل شيئه ما هو الموقع في المتحاد ولن اعتبرنا داخل الاتحاد العام وهذا كان قرار دي المجلس العام للعقدة يوم أمس بمدينة مكناس وصوتها بالإجماع على أساس بأنه يقبل العرض الحكومي خاصة الجانب المتعلق بتحسين الدخل وعنده ملاحظات نحن في إطار لعدادها باش نوجه لسيد وزير الداخل أعتقد أنه قبولنا كان انسجاما مع مع أولا البيانات والمواقف السابقة دي الاتحاد العام شغالين للعلم على أن الاتحاد العام شغالين كان في وقتين ما قبلنا 400 درهم وعما ما على جميع الموظفين والأسف رئيس الحكومة ضيع الكثير من الوقت كاننا قادرين على أن نوصلوا الاتفاق في اللحظة اللي احنا قبلنا وضيعنا كثير من خمس شهر هكا كخاوية ما هو العرض؟ وضح المشاهدين للعرض العرض الحكومي تمثل خاصة من جانب ديت حسين الدخل في مالي أولا زيادة دي الـ 500 درهم في ما يخص سلالهم من 6 حتى العشرة درجة الخامسة و400 درهم من سلال العشرة درجة 6 فما فوق و300 درهم 100 درهم لكل طفل ثلاث أطفال الأوائل زيادة دي الـ 100 درهم لكل طفل زيادة في القطاع الخاص باللسبة للحد الأدنى للأجر 10% مقسمة على 5% في 2019 5% في 2020 كذلك الأطفال الثلاثة في القطاع الخاص أيضا زيادة 100 درهم لكل طفل وكذلك الفترة الزمنية أول زيادة ستكون فاتح ماي هذا السنة ثاني زيادة ستكون شطر ثاني ستكون فاتح يناير 2020 والشطر الأخير اللي هو 100 درهم فاتح يناير 2021 وبالتالي على أن الاتفاق كله سيكون على سنة ونصف فيما يخص الزيادة بالأجر وكذلك الجانب للتعزيز القدرات دي النقابات وتعزيز القوة التفاوضية ولكن لي أساسي فيه واللي سنخرج منه نقابات وكحكومة كذا هو المأسسة للحوار الاجتماعي واعتقد بأن الحكومة تقترح أليات ونحن داخل الاتحاد العام نقترحه قانون حقيقي قانون يؤسس للمأسسة الحقيقية للحوار الاجتماعي ونسموه مثلا المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي أو المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وليكن غادي ينظر في القضايا كتهم الشغلية المغربية ولكن بالأساس أيضا في السياسات الاجتماعية لأي حكومة كانت وما يبقاش الحوار الاجتماعي رهين أهواء أو أولويات أي حكومة كما كانت ما تشوفش النقابات أنه ضيعوا شوية دير الوقت وكان هذا إحنا داخل الاتحاد العام مضيانة ما الوقت إحنا قبلنا العرض الحكومي دي 400 درهم وقلنا عموه السيد رئيس الحكومة يمكن أن كانت عنده أولويات أخرى وما فهمناش أنا لحد الساعة علاش أنا الاتحاد العام رسميا قبل 400 درهم وكانت النقابة اللي هي قريبة من الحزب الحاكم تهي تقدر تقبل وكان في 50% من نقابة ما هو الغلاف ما هو الغلاف يمكن 8.8 دي المليار دي الدرهم هذا هو تقريبا الحجم المالي وهو بالمناسبة خفيف جدا بالمقارنة مع بزرد الحواج كتصرف هلاش حواج ماشي فلاستها نرجعوا لأخير سؤال وهو النقابة ما تشوش على أنه مخصوم لحان الوقت باش يشغلوا بدينامية أخرى بأهداف أخرى بتشبيب الأطور ديلا كل بما لديهم فريحون أنا ما غديش ندخل في سوق نقابة أخرى ولكن كي يعنيني أنا كمسؤولية داخل الاتحاد العام شغالي من المغرب نحن درنا تشبيب ودرنا تجديد بالطلاقة من المؤتمر السيثنا إذن لدينا سبعمائة ألفين وسبطاش وهذا التغيير كان سبعمائة ألفين وسبطاش من بين نتائج ديالو أولا قيادة كثر من سبعين في المئة منها شابة تشبيب كذلك داخل المناطق تشبيب في في الجهات وفي الأقاليم والتشبيب والتأنيث كذلك ودور المرأة في النقابة بدنا كذلك كنديروا إشعاع خارجي فيما يخص موقع الاتحاد العام شغالي من المغرب على الصعيد الدولي واللي الحمد لله إحنا في مؤسسات ديال نقابات كبيرة وعضاء ديال المجالس الليدارة ديالها ولكن داخل المغرب أنا مريد أن أقول لك على أن الاتحاد العام شغالي من خير وعلى خير وغادي الحمد لله كنرفعه في العدد ديال المنتسبين سنويا وكنديروا التأطير وش كافي ليس كافيا خاصة المزيد من العمل والعمل كيكون بالصدق والمصداقية مع الناس ما حقومون خارجين احنا الحمد لله مزيانين مزيانين بزاف المقارنة مع اللي كنا فيه احنا قريب من واحد الرقم غير يكون مزيان وسنعطيه إن شاء الله الرحمن الرحيم في الدورة ديال أكتوبر ديال المجلس العام غادي نقولوش حال عدد المنخارجين ديالنا سنويا ليني الدورة كنعطي فيه عدد المنخارجين المنخارجين الذين أدوا واجب للانخيرات